بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع الحلقة العاشرة من حلقات التجويد ببساطة والتي نستكمل فيها حديثنا حول النون الساكنة والتنوين من قبل ذكرنا أن النون الساكنة والتنوين ينطق بطريقة من أربع طرق هي الإظهار والإضغام والإقلاب والإخفاء وتحدثنا في الحلقتين الماضيتين عن الإظهار والإضغام واليوم نتحدث بمشيئة الله تعالى عن حكم الإقلاب نذكر أننا نختار الطريقة الصحيحة لنطق النون الساكنة والتنوين عن طريق الحرف الذي يأتي بعد النون الساكنة والتنوين الإقلاب هو تحويل الشيء عن وجهه إذا كان هناك عملة لها وجهان فإننا إذا أخفينا أحد الأوجه وأظهرنا الوجه الآخر هذا يسمي إقلاب فكأننا نتخيل أن حرف النون هو مكتوب على وجه عملة فإذا قلبناه النحاة الأخرى يتحول إلى الوجه الآخر وهو الميم في التجويد الإقلاب هو تحويل حرف النون الساكنة إلى ميم ساكنة مخفى نحول حرف النون الساكنة إلى ميم ساكنة مخفى ليست ميم ساكنة مظهرة نأخذ مثالا للإقلاب إذا جاءت كلمة من بعدها كلمة بعد فإن النون في من تتحول إلى ميم فتنطق من بعد من بعد من بعد نلاحظ أننا لا ننطق ميم كاملة لا نقول من بعد بل نقول من بعد وفي المصحف يوضع فوق النون حرف ميم ليعرفنا أن هذه النون لا بد أن تقلب إلى ميم في المصحف غالبا عندما تجد حرفا من الأحرف لديه حرف آخر مكتوب فوقه فهذا يعني أن الأفضل أن تنطق الحرف المكتوب أعلى الحرف الأصلي الحرف الأصلي لا يمكن أن يتغير لأن الحرف الأصلي هو جزء من الرسم العثماني الذي هو ركن من أركان المصحف متى يتم إقلاب النون الساكنة والتنوين إذا جاءت النون الساكنة أو التنوين قبل حرف الباء فقط لدينا حرف واحد هو الذي نقوم بإقلاب النون الساكنة والتنوين قبله وهو حرف الباء نأخذ الآن بعض الأمثلة لإقلاب النون الساكنة ونلاحظ طريقة النطق الصحيح وما ينبغي أنباء أنباء يستنبطونه يستنبطونه من بعد من بعد من بين من بين ويؤمن بالله ويؤمن بالله أمثلة الآن لإقلاب التنوين إلى ميم مستخف بالليل مستخف بالليل عليم بذات عليم بذات بغيا بينهم بغيا بينهم أخي الحبيب لاحظ معي أن مخرج حرف الميم هو إطباق الشفتين إذا أردت أن تعرف مخرج أي حرف ضع قبله همزة مفتوحة وانطقه فإذا قلنا أم نجد أننا وقفنا على مخرج الميم أم ستجد أن مخرج الميم هو إطباق الشفتين ولكي تنطق ميم مخفى وليست ميم ظاهرة لا تطبق شفتيك بالكامل لا تقول بغيا بينهم بل نقول بغيا بينهم بغيا بينهم تلاحظ أن هناك مسافة بسيطة بين الشفتين عليك أيضا أن تعرف أن حرف الباء مخرجه أيضا هو إطباق الشفتين وهذا هو سبب حكم إخفاء الميم ونحن ننطق ميم مخفى لأن نفس مخرج الميم هو مخرج الباء وهو إطباق الشفتين ولذلك الأفضل أن ننطق الميم مخفى لا نطبق شفتين تماما إلا عندما ننطق حرف الباء نقول بغيا بينهم أخي الحبيب قم بفتح المصحف وابحث عن نمازج لإقلاب النون الساكنة والتنوين واستمع لقارئ محترف لتعرف كيف تنطق النون الساكنة أو التنوين إذا جاء بعدها باء وتأكد من استعاب المفاهيم بإعادة المشاهدة أكثر من مرة وإذا لم تكن قد شاهدت الحلقات الماضية فضلا شاهدها وإذا أردت أن تتدرب عمليا في مقرأة فهناك رابط في وصف الفيديو لمقرأة باستخدام تطبيق زوم تعمل على مدار الساعة يمكنك أن تدخل إليها وتتدرب أشكرك وألقاكم بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته